في يا جماعة وعشان ازود الحيرة والتفكير عندك هطرح عليك السؤال ده كمان من عند الله يخليك السؤال بيقول كل اللي احنا فيه ده هلو قلقى بصد النهضة السؤال برضو هسيب لك انت اتجاوب عليه لكن عشان اريحك هديك شهد شواهد كده ممكن تساعدك خد منه هاز عندك الشاهد ده هنرجع لكلام القطال القطال النهاردة برضو قال ان السيسي كلمه عن صد النهضة وقال له سر خطير جدا السر اللي قاله السيسي للسفير احمد القطال سوري للوزير احمد القطال اسمع السر ده منه هو بناء السن بهذا الشكل سوف يحرم مصر من هذه الحصة وانا التقيت من فخامة الرئيس المصري في جمهورة مصر عربية وشرح لي باسهاب وبذقة غير طبيعية وبالارقام ماذا سيحدث في مصر اذا نقصت هذه الحصة الى ارقام معينة ماذا سيحدث جفاف لمصر موت يعني مسألة موت كامل لجمهورة مصر ان تفيل يعني ان تشوف هذا النير العظيم ما في موين يعني السفير القطال بيقول ان السيسي كان مدرك وشرح له ان السد ده هيموت مصر معلش ممكن نسمعها تاني يا علي بعد اذنك عشان بعض البهايم بتفتكر ان الموضوع كنا بنقفور فيه من ساعة ما السيسي وقع نسمع تاني السفير الوزير احمد القطال قال ايه بناء السد بهذا الشكل سوف يحرم مصر من قاعدة الحصة وانا التقيت بفخامة الرئيس المصري في جمهورة مصر عربية وشرح لي باسهاب وبدقة غير طبيعية وبالارقام ماذا سيحدث في مصر اذا نقصت هذه الحصة الى ارقام معينة ماذا سيحدث جفاف لمصر موت يعني مسألة موت كامل لجمهورة مصر بتخيل يعني ان تشوف هذا النير العظيم ما في موين جفاف موت على فكرة بالمناسبة بس قرب مني كده ده هو قال للسفير احمد القطان كده في الوقت اللي كان بيطلع يقولكو فيه بالنسبة للناس اللي قلقانا انا ضيعتكو قبل كده ده قال للسفير احمد القطان كده في الوقت اللي كان بيقول فيه المصريين كلنا طمينوا الناس طمينوا الناس برنامج مصر النهاردة يا حضرات من بداية التوقيع انا شخصيا انا والفيديوهات موجودة من يوم ما وقع الاتفاق ده وانا بقولكو ده خراب لمصر الدكتور محمد حافظ خبير السدود يشهد على ده لان هو والمرحومة عبدالرحمن شكري وناس اخرين بقالنا سنين طالعين نقولكو الكلام ده كان السيسي هو بيصدقوناش طلع ان السيسي عارف هو مضى على ايه ومع ذلك كان يطلع ينايمة كنت في العسل ويطلع يقول له هو سوري انا اسف انا اسف بس افكرك الاول لما كنا بنتكلم من سنين على فكرة من قبل ماجي مكملين بالتحديد في 2015 من قبل ماجي القناة دي وانا في مارس 2015 من يوم ما وقع الاتفاقية من ايام ما انا وقعها في 15 مارس 2015 الفيديو موجود لمحمد ناصر في مارس 2015 وانا بحرق بقول للمسيقين دي خراب بيت لكن محنش كان بيسمع انا مش عايز اذكرك بس ممكن نفكرك بعدها وحتى زميلي هنا من ساعة مجينا هنا من 65 وانا عمين نتكلم صد النهضة صد النهضة صد النهضة ومع ذلك محنش كان بيسمعنا افكرك بس بما تبقى من مشاهد والفيديوهات موجودة على اليوتيوب يلا العب كده اهو ده في مارس 2015 تفضل سؤال بخصوص المسيسي اه وقع اتفاق بخصوص مية النيل وقلت سألت فيه ناس انه يا جماعة السيسي اه النهاردة او يعني وقع خلاص الاتفاق ومضى وعمل كل حاجة راجل تنمي كل حاجة يعني بدون ما يرجع للشعب وبدون ما يرجع لبرلمان وما فيش برلمان ماشي بس في شعب ما فيش برلمان اتفاقنا بس فيه ناس يعملوا استفتاء قومي يعني ينزل استفتاء عشان بس الدكتور عمر بتاع اسكندرية حبيبي من مارس 2015 من مارس 2015 وانا بقول الكلام ده من مارس 2015 من مارس 2015 من مارس 2015 وعلى فكرة حتى لما جينا هنا برضو وكملنا انما يعني حتى هنا كل زمائلنا كان اهتمامنا الاساسي اهو في ديسمبر 2015 هنا في قناة مكمليين بص بيوافق على ايه وبيرفض ايه ومتسألش وتعتش لما يجو وقت العتش طيب خد اللي خد اللي بعد كده اه وزير المياه الاسيوبي بيقول سنصدر بيانا يبين موقفنا الرسمي من اجتماع صد النهضة قال لها الخبر اهو طيب هل في انت جايب الخبر ده ليه حاج محمد اقول لك اننا ليه حاج حسين وزير المياه الاسيوبي بيقول هنصدر بيان يبين موقفنا الرسمي من اجتماع صد النهضة هيصدر بيان لمين للدول للعالم يعني وايضا لشعبه للشعب الاسيوبي يعني اسيوبيا هتصدر بيان رسمي يبين موقفها الرسمي في اجتماع صد النهضة بينما انت كمصري حكومتك او نظامك بيقولك الموضوع ده سر يعني اسيوبيا بتقول هنصدر بيان عشان نبين للشعب الاسيوبي والعالم موقفنا في الاجتماعات وانت يقولك لا انت الموضوع سري ومش هيتنشر وكل اللي هيحصل جوه الاجتماعات دي محنش يعرف عنه حاجة شوف موقف اسيوبيا ازاي وموقف ده احنا ازاي؟ من 2015 انما طلع السفير الوزير احمد القطان قال بالنص كده السيسي قال لي مش التشتة قال لي كان فيه زيغانية زيما اسمها التشتة قال لي التشتة قال لي يا حلو قال لي ام استحمية ما كانش في استحمة اصلا انما من عندي سؤال هو سوري معلش يعني هو السيسي ليه قال لي احمد القطان ان مصر هتموت يعني ليه قال له اكيد السيسي ما كانش في نوبة بكاء مع احمد القطان اكيد كان بيدور على دعم سعودي لمصر مش كده ولا ايه اكيد السيسي كان بيدور على دعم سعودي خليجي لمصر في نفس سد النهضة طيب السعودية تلقي بثقة لها لانهاء ازمة سد النهضة التاريخ ام تبقى؟ 18 فبراير 2021 يعني من كم يوم كده؟ تستدعي سافرها في القديسة بابا الى حاجة خلاص؟ حلوة ودي جريت الشرق السعودية يا ترى السعودية بقى سعديته فعلا تعال شو بقى ارجع ليونيو 2020 بالمليارات بالمليارات السعودية والامارات دعموا صد النهضة دعموها بالمليارات الدوليات لماذا تساعد الامارات والسعودية؟ اثيوبيا مالياً يعني يا حضرات ببساطة جديدة جداً لما السيسي كلم الوزير احمد القطان وقال له مصر هتموت بدقة من جراء سد النهضة اللي هو مضى عليه؟ ما كانش قصده يفاتفت مع احمد القطان وكان قصده عايز دعم سعودي المصر كان عايز دعم خليج المصر لكن اخواننا الخلاجة عندهم استثمارات في سد النهضة مش فضياله يعني خالص حلوة قوي طيب وصلنا بقى الايه سد النهضة النهاردة؟ خش سد النهضة هو النهاردة يا حضرات ده اللي وصلنا له مقترح مصري سوداني ورفض اسيوبيا بيان وزارتها الخارجية المصرية والسودانية بيقول نتمسك بتطوير آلية للتفاوض من خلال تشكيل ربعية دولية يقودها الاتحاد الافريقي وتشمل كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والات المتحدة للتوسط في المفاوضات اسيوبي قيت لك نرفض تدوير القضية يعني تقدر تقول كده السؤال انا سألته لك هل ظهور احمد القطاب؟ هل التقارب القطري المصري؟ هل التقارب التركي المصري له علاقة بسد النهضة؟ في النهاية السيسي قصته اضطر انه يتحرك في اخر شهرين في اخر فرصة زي ما حكنا لك مبارح وورناك الخبر ده السيسي يزور السودان السبت المقبل اهو فاكر مبارح زي ما لك الخبر ده؟ يبدو ان السيسي كان معتمد على اصحابه في الخليج لكن نسي ان الخليج يرميين مليارات في سد النهضة فقرر عبدالفتاح بقى انه يلعب اللعبة من جديد نبوازها بقى ونبنيها من تاني بس في اخر شهرين فقرر بقى يبدو تعالى شوف اهو رئيس الاركان يصل القاهرة رئيس الاركان الجيش المصري كان في زيارة للخرطوم اهو وقادي يلعب الفيديو عابوا بصوت من غير صوت شوف الترابيزات كتير ازاي الترابيزات اكتر من البني قدمين انما مش مشكلة قادي تفرج هو الراجل شاب وعاب في الجيش المصري قاعد اهو مع المسؤولي السودانيين واشقاءه السودانيين يا ترى بيتكلموا في ايه اكيد مش حاولين يا كيكا ايه الترابيزات الكتير قوي دي مش مهم يعني المهم يعني ان الراجل الحقيقة يبدو انه بيتحرك اخر شهرين